فَالْخَيْرُ بِالْطَيْثَنَا يَا نَانَا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعالوا بنا نبدأ في رحلتنا مع هذه السورة هذه السورة العظيمة سورة الكهف وبعد الاستعاذة والبسمة لا يقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بهذه الكلمة الحمد لله ابتدأ الله هذه السورة وبذات الكلمة ابتدأت خمس سور في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم افتتحت الفاتحة وافتتحت سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وافتتحت سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و افتتحت سورة السبى الحمد لله الذي له ما في السماوات و ما في الأرض و افتتحت سورة فاطر بالحمد لله فاطر السماوات و الأرض هكذا يفتتح الله عز وجل خمس سور من كتابه بهذه الكلمة الحمد لله هذه الكلمة التي فيها ثناء على ربنا و مولانا و الحمد ثناء بالكمال على المحمود محبة و تعظيم فعندما تحمد ربك و مولاك فإنك تثني عليه محبة و تعظيما له و لذا كان صلى الله عليه و سلم يحمد ربه على كل حال يحمده على السراء و يحمده على الضراء اذا نزل به شيء من الخير قال صلى الله عليه و سلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و اذا اصابه شيء مما ظاهره شر قال الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حمد لله عز وجل و لدينا حمد و شكر و مدح اما المدح فإنه لا يستلزم المحبة فالإنسان قد يمدح من يحب و من لا يحب لأمر فيه و اما الشكر فإنه في مقابل النعمة اما حمد الله عز وجل فهو يقترن بالمحبة و التعظيم لله الحمد لله كلمة عظيمة حسبنا من هذه الكلمة أن نبينا صلى الله عليه و سلم قال الحمد لله تملأ الميزان صلى صلى الله عليه و سلم ذات يوم صلاة فرفع رأسه من ركوعه و قال سمع الله لمن حمده فقال أحد الصحابة من خلفه ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة التفت إلى أصحابه و سألهم من الذي قال تلك الكلمة قال الصحابي أنا قال و الذي نفسي بيده لقد رأيت بضعا و ثلاثين ملكا يبتدرونها لا يدرون كيف يكتبونها لا يدرون كيف يكتبوها من أعظمتها الحمد لله هذه الكلمة إذا خرجت من القلب لها مكانة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن تقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم يحمد الله عز وجل نفسه على ماذا على إنزال هذا القرآن الذي فيه حياة القلوب و سعادة الأرواح و الأنفس الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب من الذي أنزل هذا الكتاب القرآن إنه الله سبحانه و تعالى هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل و إذا كان القرآن كلام الله فكم فيه من بركة وكم فيه من خير وكم فيه من سعادة وكم فيه من فوائد وكم فيه من بركات القرآن الذي به تحيا النفوس و كذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا فالأرواح تسعد بكتاب الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل الكتاب على عبده فهو منزل على رسولنا صلى الله عليه و سلم اختار الله عز وجل هذا الكتاب ليكون أشرف كتاب قد نزل نزلت التوراة و نزل الإنجيل و نزل الزبور و أنزل الله كتبا لكن القرآن قد حواها و بعث الله عز وجل رسلا و أنبياء لكن حبيبنا صلى الله عليه و سلم هو أعلاهم منزلة عند ربه و مولاه و حبيب ربه و صفيه و خليله و هو خيرته من خلقه إنه كتاب عظيم يحتاج أن نتدبره و أن نقف معه و أن يكون منهاج حياة لنا بهذه المقدمة يلفت النظر لأن هذه السورة التي من ضمن هذا الكتاب العزيز العظيم فيها من الدروس و العظات ثم ختم الله هذه الآية بأن وصف هذا الكتاب بأنه كتاب قيم لا عوج فيه فهذا القرآن قصصه أصدق القصص و دروسه و مواعظه أفضل المواعظ و بيانه و أسلوبه أروع و أرقى أسلوب و لا يوجد في القرآن حرف أو آية إلا فيها من الفائدة ما يعرفها أولو أنها ولا الباب فهو ليس بالكتاب المعوج و هو الكتاب القيم لقد كان شاملا لما قبله من الكتب فرفع الله عز و جل هذا القرآن و أبقاه معجزة خالدة إلى قيام الساعة تدل على نبوة رسولنا صلى الله عليه و سلم فيه خبر ما قبلنا فيه سعادة دنيانا و أخرانا فيه أحكام شريعتنا التي بها نسعد في الدنيا و الآخرة من هذه الآية ننطلق معكم لنخوض في بحر هذه الصورة و نقطف من ثمارها و نتفيى ظلال هذه الروضة الغناء سورة الكهف التي لنا معكم وقفات من خلال هذه السورة الطيبة المباركة أسأل الله أن يجعلنا و إياكم ممن يقرأ القرآن و يتدبره و يعمل بما فيه في الليل المظلم لا تقنط أمالك أو قدها شمع حكم في سورة أهل الكهف سنقرأها يوم الجمع الآية من بعد الأخرى لما تستع معها صبرة لا تسأل عن شيء حتى يحدث ربك عنه ذكرة آيات الله فلا تعجب وجميع الخير بحكم الرب يقتل طفل ينقى بصور وسفين الفتية قد يثقى في كل مقادر المولى حكم لا نعلم مغزاها لو كان الشر بظاهرها فالخير بطيثنا ياها فالخير بطيثنا ياها